لأعوام طويلة لم يتوقف الجدل والسجال في الأوساط السياسية العراقية بخصوصي طبيعة الوجود التركي في العراق ومبرراته وحجمه وأهدافه وما يمكن أن يترتب عليه من آثار والتبعات على المدايين المتوسط والبعيد في بلدهم طحنته الصراعات والحروب الداخلية والخارجية طيلة عقود من الزمن فمع فتور العلاقة بين إيران وعدد من القوى الشعية المحسوبة عليها في العراق وتراجع مكانة هؤلاء لديها لعدة أسباب من بينها انزياحهم عن الأدوار الموكلة إليهم ودخولهم في صراعات ضد أطراف شعية أخرى إضافة إلى تراجع شعبيتهم في الشارع العراقي وجد النظام التركي فرصة لزيادة تدخلاته في الساحة العراقية من بوابة تلك الأطراف الشعية برز ذلك مع استقبال قيس الخزعلي زعيمة فصائل عصائب أهل الحق الموالية لإيران في مكتبه ببغداد السفير التركي علي جوناي في وقت غاب فيه الخزعلي الذي تمر علاقته بإيران بحالة فتور كبيرة عن سلسلة لقاءات عقدها رئيس الأركان الإيراني علي باقري كني خلال زيارته العراق فالنظام التركي الطامع في مقدراته ومكتسبات العراق وفقا لمراقبين لا يتوانى في استغلال الفرص والمتغيرات الطارئة على علاقة إيران بوكلائها ولا سيما مع وجود نقمة شعبية متزايدة على إيران داخل الأوساط الشعية المتضررة بشكل مباشر من السياسات الإيرانية في العراق وعلى غراري طهران تعمل أنقرة على بناء شبكة علاقات واسعة مع قيادات شعية محسوبة تقليديا ضمن معسكر الولاء لإيران بعد أن تبين للنظام التركي عدم جدوى التعويل على قيادات سنية لا تؤدي سوى أدوار ثانوية ومحدودة في رسم السياسات العراقية وتنفيذها وبالتوازي مع محاولاتها تمرير أجنداتها السياسية تسعى أنقرة للظفري بالثروات والاستثمارات الكبيرة في العراق وتجلت مطامع تركيا في تحركات سفيرها مؤخرا وبعض رجال الأعمال التابعين لها في محافظات الجنوب في محاولة للنفاذ إلى تلك المناطق التي تحوي المنابع الرئيسية للنفط العراقي مستغلة افتقارها للتنمية التي تحولت إلى مطلب شعبي وشعار ثابت في أي احتجاجات هناك هذا ولم تعود خافية خطط النظام التركي التوسعية في العراق التي يؤكدها الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي العراقية وفي إقليم كردستان والاعتداءات التركية المتكررة في تلك المناطق بالتزامن مع تصريحات قديمة جديدة حول حق مزعوم لأنقرة في كل من الموصل وكركوك